بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على محمد وآله أطيبين طاهرين اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله في هذه الحلقة الخاصة بعنوان قراءات إعلامية في مهرجان روح النبوة الثقافي العالمي النسوي بنسخته السادسة تم استنفار كل الجهود بإشراف شعبة مدارس الكفيل النسوية الدينية وبمشاركة كل الأقسام والشعب في العتبة العباسية المقدسة برعاية المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحت السيد أحمد الصافيدة معزه الراعي والداعم للفكر والأدب والفن النسوي الملتزم هذا الكارنفال الدولي المبارك بمشاركة 14 دولة توزعت ما بين العربية والأجنبية أنتج ما أنتج من الأمور الإيجابية المهمة على أصعد معينة أكيد تحدث تغييرا في واقع المرأة المسلمة في البدايات الأولى لهذا المهرجان كان إن افتتاحية إن شاء الله بهذه اللقاءات مع الزميلة الإعلامية الأستاذة ريم الوريمي وختامها ميسك إن شاء الله معها في هذا الحوار المبارك ضمن هذه القراءات الإعلامية بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته نجدد المباركة لكم في ذكرى ولادة مولاتنا الصديقة الطاهرة السيدة زهرة عليه السلام وأيضا حضوركم في هذا صراح هذا المحفل وهذا الكارنفال الدولي المبارك بإذن الله الله يحفظك وجزاك الله كل خير الله يبارك لكم أيمن بداية الإعلامية ريم الوريمي كيف تعاملت مع كل المعطيات التي حدثت في هذا المهرجان حضرتي جلسات، ندوات، مؤتمرات، فعاليات كثيرة حضرتيها فبداية أكيد في ذهنكم هناك خطة عمل للاستفادة كحد أقصى من الفائدة فيما حدث من تفاصيل هذا المهرجان نتعرف على آليتكم أستاذة فضلي طيب لو تذكرين في لقائنا الأول قلت لك أنني أتيت مستمعة سأنهل من كل البحوث وكل المداخلات التي ستكون موجودة وكنت الحقيقة في هذا السياق فبدأت أول شيء ما تركت أي محاضرة إلا وحضرت فيها من بدايتها إلى نهايتها بكل شغاف وإنصاط لأنه كان بالنسبة لي مهم جدا أن أخذ من كل هذه القامات لو أستطيع أن أقول التي رأيتها في هذا المهرجان قامات نسوية بأتم معنى الكلمة دكتورات، باحثات أيضا اكتشفت أنه عندنا خير كبير في أمتنا وفي كل الدول العربية وفي كل ما ننتسب للإسلام ودخل للإسلام أيضا في الدول الغربية سماعي في الحقيقة من بدايته إلى نهايته لم أكن أنظر فقط إلى محتوى البحوث أنت تعلمين دائما ننظر إلى مدى التأثير الذي يمكن أن نأخذه فيما بعد وننظر إلى كيف يمكن أن نوصل الذي رأيناه بطريقة صادقة وحقيقية من دون تزييف ولا إضافة ولا إنقاص وهذا السر في نجاح الإعلامي أن يكون صادقا في عمله فيقدم الحقيقة كما هي، ينقلها كما هي حاولت أنني أستوعب الموجود وتكون عندي رؤية لما هو خلف الكواليس لما بني على مدى هذه السنوات ولما يمكن أن نبني أكثر ليس فقط في العراق ولكن في البلدان العربية وفي البلدان الإسلامية وخاصة في الغرب لأن لعله الوضع يكون أكثر شراسة في هدم الصورة الحقيقية للمرأة وفي هدم قيم المرأة وقيم الأسرة كانت لي مداخلة في آخر جلسة يعني إذا تدخلت في آخر جلسة أعطيت كلمة لأنه ما استطعت إلا أول شيء أن أبين أو أظهر مدى سعادتي بأنني رأيت كل هذه البحوث ثاني شيء أن أتكلم عن أهمية أننا رأينا النموذج النسوي هنا في العراق قبل أن نتحدث بهذه المنطقة أو نصل إلى هذه المرحلة بالحديث خطة عمل في ذهنكم الآن خاصة معك أكتملت أنا لدي وقفة مع هذا صراحة هذه التفصيلة ذكرتها خطة عمل تنقليها لا وقعكم بإيحاظ وتفاصيل وضعكم هناك هو الحقيقة لا يمكن هنا أن أقول خطة عمل سأقول عندي رؤوس أقلام في ذهني لعله تختمر في الفترة المقبلة لكي تكون هناك خطة عمل واضحة وليس تكون موجهة فقط للمرأة المسلمة لا تكون موجهة فقط للبلدان العربية خطة بالآخر تحقق في هذا المهرجة نعم من لا يتفق معي لا في دين لا في قومية لا في لغة وهو الحقيقة هذا هو الأساس في منهج السيدة الزهراء سلام الله عليها أحسنتم أن تكون هناك خطة لكل امرأة تنتمي للإنسان حسنتم هذا أعطيكي هذا خلي فيما بعد يختمر بعد أن نصل إلى الخطة العقيقية حسنتم الإعلامية ريم الوريمي من شمال أفريقيا من تونس الخضراء وهذا ما أكدت عليه في تعريف حضرتج حضرت هذه الفعاليات بمختلف صورها والآن نحن في رصد إعلامي في قراءة إعلامية ورقم واحد في حضوركم الإعلامي صراحة برأيكم تقييمكم لقائمين على هذا المهرجان ومحاولة خلق تقارب متوازن فكري رغم أن هذه البيئة جمعت عدة ثقافات متباينة ومختلفة صراحة وربما ما يتفقون يعني يصلون إلى مراحل ومغير متفقين صحيح أحيانا حتى في الحوار رغم الترجمة هناك معاني تغيب حتى لما نريد أن نوصل بين العاملين على المهرجان والضيوف كيف نوصل هذه المعلومة وكيف تكون الفكرة صحيحة نصفها بسابقة خليني أشرح حالك قليلا فضلي هو حقيقي أن البلدان التي تواجتت يعني إن كانت عربية ونحن نقترب قليلا لبعض أو متقاربات لبعض في الفهم وفي المعاني وفي الكلام أيضا لكن سنتكلم عن الجانب الغربي الأخوات اللواتئتين من الغرب التي هي ثقافة مختلفة تفكير مختلف نعم حتى أن أحد الأخوات التي أتت من بلجيكيا قالت لي أنا في ثقافتنا ليس متعودة على هذه الكثير من الحفاوة وهذا كلمات الحب والأحضان والسلام هكذا ولكن أشعر أنني اندمجت في الموضوع فالأساس الذي تقدمت به إلينا وإلى كل الضيفات الأخوات المشرفات من مؤسسة الكفيل برعاية العتبة العباسية لم تكن عندها اتجاه عروبة أو اتجاه الإسلام كانت عندها اتجاه تحت ظل السيدة الزهرى إنساني توجهوا إلى كل فرد بقيم إنسانية من قيم السيدة الزهرى فمحت تماما كل الفروقات التي كانت بينها حسنتهم هذا كله مقصود طبعا مقصود تماما أنه كيف أستطيع أن أجمع الجميع المختلفين في منطقة اتفاق والتقاء وكان ناجح أيضا الحمد لله ريم الوريمي أنت إعلامية وحضرتي في اللقاء الأول ذكرتي وكان صراحة فاجئتين في البداية كنا نتصور أنك حضرت مشاركة لديك البحث ليسقدمي وفيه أدواته وفيه نتائج وتوصياته وغيرها لكن وإذا بنا نفاجأ أنك ضيفة ومستمعة ذكرتها بهالواصف فقلت لي هل ستراقبين؟ قلت لك من أنا لأراقب تذكرين؟ بالضبط طيب لكن ما لنعرف عن ريم الوريمي دائما تحاول أن تشغل المكان الذي هي فيه يعني يكون لها تفاعل يكون لها ردة فعل ردة الفعل هذه إيجابا للحضور بالإحاظ أن هناك من يرصد ريم الوريمي ما هو تفاعلها؟ ما هو نتاجها؟ ما هو تأثيرها؟ هل من الممكن أن تكون فقط مستمعة أو مزغية وتتهيأ لأن يكون لها ردة فعل معين؟ نستمع منك هو الحقيقة ليس الهدف من أن أدلي برأيي أو أكون متواجدة ومتفاعلة إن كان من منظور إعلامي أو مما ينتظره مني الآخرين ليس هذا أبدا الهدف لكن أنت تعلمين في الإعلام نحن لا ننظر للكاميرا ننظر إلى ما وراء الكاميرا نحن لا ننظر إلى ما نريد نحن أن نوصله ولكن في معظم الأوقات ننظر إلى قلوب الناس التي تتلقى من عندنا ما الذي يشغلها؟ ما الذي يأخذ تفكيرها؟ إلى أين؟ وكيف يمكن أن نساعدهم بطريقة صحيحة على أن يكونوا في تلك الطمأنينة وذلك الأمان والسلام الداخل هذه الرسالة أيا كان المشروع وأيا كان الموضوع وأيا كان البرنابج الإعلامي الذي نقدمها سبحان الله بفضل الله سبحانه وتعالى عندي دائما هذه النظرة ما وراء هذا الذين يتلقون كيف فيأتي لي ذلك الدافع البسيط الذي أريد أن يمكن أرجع المسار نحن لسنا هنا فقط لكي يكون في إيطار هذا البحث ونقشنا هذا البحث وانتهى لا هذا البحث كيف يمكن أن أخذه من هنا إلى أن يكون رغم تقنيته في الكلام وبلاغته وكل المحتوى العلمي وكل الإحصائيات وكل هذا المتواجد فيها الذي هو موجه لفئة معينة فأضيف هذه الإضافة البسيطة بمنه هو سبحانه ليس من شخصي أنا لكي أخذه من هذه الفئة المغلقة الصغيرة التي هي تتلقى ويصبح سلس وسهل لكي تعم الفائدة إلى الفئة التي هي أكبر والتي هي تكون وراء الشاشة سنتم طبعا نذكر أنه نتحدث نحن بلغة إعلامية بحتة لأن هذا رصد إعلامي هذه الجلسة وقراءة إعلامية سيدة زهراء عليها السلام وشعار المهرجان سيدة زهراء عليها السلام مجمع النورين النبوة والإمامة الآن النموذج الذي تريده من السيدة زهراء والذي لا يتحدد بظروف زمكانية هو في كل مكان فاعل وثابت وتعود له المرأة مرجعية المرأة سواء للانتماء الإنساني بداية أو انتماءها للإسلام والإنسانية هي جزء من منظومة الإسلام الكبيرة صراحة لأن الإنسانية حتى في الإسلام لها صور راقية جدا فمقصد الكلام الصورة التي تريدها الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أن تكون حاضرة في ذهن المرأة بالنمذج اللي تحدثت عنها في كلام أو في حديث سابق في اللقاء الأول نتعرف على ملامح هذه الصورة بما أننا في إطار نظرة إعلامية للمهرجة لا يمكن أن يخفى علينا جميعا اليوم أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت جزء لا يتجزأ من الإعلام ومن إيصال المعلومة اليوم نرى في مواقع التواصل الاجتماعي ونرى في الإعلام المسوق كله في سينماتوغرافي في المسلسلات في البرامج التلفزية كما تحدثنا في المرة الأولى تقديم لصورة للمرأة تكاد تكون إمحة من هويتها وحتى أننا ذاهبون إلى إمحة أعظم وأتعس من هذا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لما نأخذ اليوم في مجتمعاتنا العربية وفي المجتمعات الغرب عندنا نموذجين من المرأة النموذج الأول النموذج سلب هويته وسلبت شخصيته وأصبح أداة فقط لإشباع العالم المادي أجبر أم بقرار؟ هو يمكن أن يكون أجبر وهناك من عنده أيضا لكن هذا ليس مبرر أي أكيد فهذا المثال للمرأة يروج في عقول شبابنا من خلال الإعلام الجانب الثاني أيضا وهو جانب التطرف اليوم محو المرأة من خلال فاعليتها كعقل وكامرأة فاعلة وكامرأة يمكن أن تضيف إضافة جدا مهمة في المجتمعات فهذا المثال وهذا المثال مسيطران على الساحة اليوم العربية والإسلامية ويروج لهما بطريقة معينة هذا المثال يروج له من خلال الإعلام الذي يأتي إلينا والثاني يروج له من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الذي نراه اليوم وحتى من خلال كسر كل إمرأة تكون في مواقع التواصل الاجتماعي وتقدم نموذج لمرأة فاعلة من خلال الرسائل من خلال الكلام من خلال التهديد من خلال الكثير من الأمور التي تتعرض لها المرأة التي تريد أن تكون إعلامية في هذه المواقع وتقدم إضافة يمكن أن تكون ضد أو تقف كجدار أمام ما يروج في الإعلام لكسر هوية المرأة الإسلامية والعربية نحن لا نريد هذا وفي نفس الوقت لا نريد هذا ولما نرجع وسأقول أن المصيبة مزدوجة ليس فقط عندنا نحن العالم العربي الإسلامي ولكن أيضا حتى عند الغرب فهم يعانون لا تتصوري مدى كمية العدد الجمعيات التي ليست مسلمة والتي تناهض وتقف ثورة ضد هذا النموذج الغربي نتطرق إلى ما نريده إن شاء الله ولتقصدي نذهب إلى هذا الفاصل إن شاء الله نذهب إلى هذا الفاصل ثم ولا نعوده حياكم الله في هذه الحلقة الخاصة بعنوان قراءات إعلامية في مهرجان روح النبوة الثقافي العالمي النسوي بنسخته السادسة الحوار مستمر إن شاء الله مع الضيفة والزميلة الإعلامية الأستاذة ريم الوريمي من شمال أفريقيا من تونس الخضراء مرة أخرى حياكم الله حياك الله حبيبتي الله يبارك بكم نتحدث حديثنا مستمر قبل الفاصل والآن إن شاء الله نتمه عن النموذج الذي تريده من سيد الزهرى صلى الله عليه وسلامه عليها وهذه الصورة الثابتة لهذا النموذج في كل زمان ومكان تفضلي نعم حسنتي تحدثنا عن نموذجين الذين يسيطران على الساحة اليوم نموذج المرأة التي هي في التطرف ونموذج المرأة والتي مغيبة تماماً في عملها كامرأة سياسية كامرأة في المجتمع يعني فعالة بطريقة معينة ونموذج ثاني وهو نموذج المرأة التي تعتبر سلعة فقط النموذج الغربي الذي متوفر عندنا وبناء الفكر للمجتمعات اليوم من خلال الإعلام مبني على هذا الفكر ومن خلال السوشيال ميديا مبني على الفكر الثاني نحن نريد مثال في الوسط بين هذا وهذا فسيدة زهراء على مدى تاريخها وعلى مدى وجودها وعلى مدى فاعليتها كانت النموذج المتزم الذي بعفافها ودينها وانتمائها لبيت النبوة وانتمائها لكل هذه الرسالة التي قدمتها هي كامرأة أم أبيها وكأنها هي يعني لما ننظر إلى رسالة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم نجد أن وكأنها هي أضفت عليها تلك التغطية كأم أبيها وأضفت عليها ذلك الباطن كروحه التي بين جنبيه وأضفت عليها كمال سيرورية هذه الرسالة وهي السر المستودع وعندها السر في داخلها مستودع فيها وكانت بعدها الإمام الحسين سلام الله عليه بما قدمه فكانت الأم وكانت الحبيبة وكانت الأم ليس فقط على أبنائها على أبيها أصلا وكانت حاملة الرسالة وكانت الفعالة إن كان في خروجها في المجال السياسي فما كان عندها إشكال ذاك التطرف لتكون في مكان واحد ولا تتكلم فخرجت ودافعت عن حقها وفي نفس الوقت تكلمت بعبارات فيها من العمق الذي أول شيء تشد به استامع ثاني شيء تنبه إلى أنها لا تنسوا تلك الرسالة ما كان همها نفسها ولا كان همها فدك على فكرة لأنه لو نأخذ الجانب في رسالتها كسياسية أو كمدافعة أو كمتحدثة أو كخطاب قدمته في تلك الخطبة المعروفة والتي في باحث كثيرة رأيناها استنتج من خطبتها الكثير من قيم السيدة الزهراء لاحظنا أن سيدة الزهراء كان عندها تعلمين اليوم معظم الوقت نخفض من الغرب كيفية الكلام أمام الجمهور وكيفية التحدث أمام الجمهور وكيف هنا يجب في البداية تقدمين هذا وترجعين هذا سبحان الله يعني الطريقة التي كانت تتكلم بها السيدة الزهراء فيها من الجمال نموذج مكتمل يحتذى به اليوم لكي نعطي دورات نحن للغرب وليس الغرب يأتي ليعطينا دورات ليعلمنا كيف نتكلم فهذا النموذج المكتمل في المرأة هو النموذج الذي تريده السيدة الزهراء وحبيبتي تعرفين النموذج هذا ليس موجه للمرأة فقط الشيعية لأنه معظم الناس لأول ما نتكلم عن السيدة الزهراء نقول نموذج شيعي السيدة الزهراء هي بنت رسول الله لعلي أصحح المفاهيم قليلا هنا في كل طوائف الإسلام السيدة الزهراء هي التي كانت الإحاطة بمهد هذه الرسالة رسالة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم السيدة الزهراء هي الشخصية التي كل إمرأة يجب أن تعتز بها سنية شيعية إباضية أي كانت الطائفة ولعلنا لو تكون عندنا الرسالة الصحيحة لإيصال هذه القيمة الإنسانية وهذه المرأة النموذج للغرب أيضا ستعتز بها الغربيات أحسنتم حتى ما يداركنا الوقت أستاذ ريم نحن الآن نتحدث عن أدوار السيدة الزهراء والتي صورتها لابد أن تكون فاعلة اليوم مع اختلاف كثير من تفاصيل حياتنا اليوم وأول تفصيلة مهمة دخلت وأحدثت تغيير في وقت قياسي تكنولوجيا مع الأسف بقرارات يعني بقرار الإنسان نفسه فع على الجانب السلبي ورجحه على الإيجابي والضرر إلى ولمن يعنيه أمرهم فيمكن أن يكون أنشتاين في يعطينا البقنبلة الذرية ويمكن أن يكون شيء ثاني ونزرع منه الخير في هذا المهرجان وضمن الجلسات والندوات كان أيضا التعريف بأدوارها بداية أسمى وظائف المرأة في داخل البيئة داخل جغرافية البيئة التربية هي تنتج جيلا صالحا إن شاء الله ناصرا لمحمد وآله اللهم صلي وسلم على محمد وآله لو نتوقف قليلا لدقائق مع دور السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها داخل جغرافية البيئة ولو بدأنا من لحظاتها الأخيرة في حياتها كان هناك ترتيب يعطي رسالة في كل زمان ومكان اهتمت بالأبناء اهتمت بالزوج أعدت لهم الطعام ثم توجهت لتقرأ أو تتلو القرآن الكريم وهو ليكون الخاتم لحياتها والفاتح للآخرة لذلك للرفيق الأعلى فهذا الترتيب كان بحكمة ما كان شيئا اعتباطيا حديث لكم اليوم نرى أنه هناك العديد من مناهج التربية لبناء الوسس الصحيحة واللبنة الأولى ألا وهي الطفل السيدة الزهراء أرادت أن تبين من خلال هذا التسلسل لنا نحن أن أول شيء هو الاهتمام بهؤلاء الأبناء لما؟ لأنه هو النشء اليوم لمجتمع الغد اليوم لو نأخذ مناهج التعليم في البداغوجيات الموازية فلن أسمي مناهج معينة ولكن معظمها ينبني على ماذا؟ ينبني على بناء الطفل في فترته الأولى من العمر حسنت من سن الولادة إلى سن 12 سنة هذا لما تكون فيه الأم متواجدة وتعطي حنانها وحبها ورعايتها واهتمامها ومراقبتها ومساعدة الطفل على أن يتقدم وتكون له شخصيته الكاملة وذلك ما كانت تفعله سيدة الزهراء هنا هذا الطفل سينشأ بطريقة سليمة ويبتعد في مستقبل قريب في مراهقته عن كل العوائق النفسية التي يمكن أن تنتج على الخلل الموجود في الطفولة أحسنت فهي بدأت بهذه النقطة بالأساس ثم تقوم بكل جهد على إبعاد هذه الصورة على المرأة لأنها تعتبر أن هذه الصورة مخلة بالمرأة مهم أن ننتبه إلى نقطة وهي أن المرأة لما تكون في توازن نفسي في علاقة حب مع الزوج في بناء يكون فيه الإطار المحيط بها متزن المرأة هي تأخذ طاقة إيجابية هذه الطاقة تكون شاحن لكي كل الصدمات التي وقعت في طفولتها أو كل الخلل الذي يكون متواجد في توازن الإلكترونات في العقل عندها سيتزن فعلاقة الحب وعلاقة العطاء يقولون أنها هي فقط الفعالة والرجل لا يفعل لماذا ننسى أن الإمام عليه السلام كان يساعد السيدة الزهراء لماذا ننسى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخيط ثوبه يخيط الثوب بيده وكان يساعد في أعمال البيت الحقيقة الرجال الموجودون اليوم هم لا يتبعون الصورة الحقيقية لرسول الله لأنهم ابتعدوا عن ذلك المنهج النبوي فوجدنا انتفاضة هذه المرأة النسوية لكن لو كانوا يدرسون حقيقة ويرجعون إلى بيت النبوة سيجدون كل التوازن وكل القيم وكل التنظير الذي نراه في كتبهم اليوم ويريدون أن يفرضوه علينا وبالأساس هو كان موجود في بيت النبوة فوجود المرأة ووجود السيدة فاطمة الزهراء كانت تعلمنا أن هذا التوازن في البيت هو الذي سيحدث قوة الشخصية لأن لماذا ليس كل الناس عندهم هذه الخطابة التي عند السيدة الزهراء وعند السيدة زينب أيضا لماذا كل النساء ليس عندهن هذه الإمكانية على الصمود والوقوف مع الفخر والاعتزاز بانتمائها لبيت النبوة لأنها عندها خلل نفسي من الصغر لأنها تربت في بيئة أدت إلى أذى جعل عندها أقنعة تتكلم من ورائها السيدة الزهراء من خلال بداية النواة الأولى وبداية اللبنة الأولى وهي الأسرة بيّنت لنا المنهج الصحيح كيف يمكن أن تكوني فيما بعد هذه الشخصية التي أقدمها لكم على مدى التاريخ أحسنتم عدم الوعي والجهل بالحق والواجب ما بين الرجل والمرأة كان من الأمور أيضا المهمة التي تضمنتها المحاضرات الندوات التي أقيمت في هذا المهرجان المبارك وحتى نميز الحق والواجب بالنسبة للرجل والمرأة ويبقى إذا كنا نتعامل في هذه المنطقة هذا حقي وهذا الواجب علي فما ممكن يعني يكون موضوع أنه أدخل في إشكال مع الزوج يكون هذا يعني من الأمور التي يعني بالنسبة ضائلة جدا اليوم اختلط هذا المفهوم وأصبحت من تقوم بواجبها مثلا تجاه الأسرة تشعر أنها في منطقة الغبن وتتحدث بمظلومية وكأنما اليوم الخطاب يقول هكذا وهو تحدي خطر جدا أنت تصادرين حريتك بسبب اهتمامك بالأسرة أنت الآن تهتمين وهذا يكون على حساب نفسك أنت تهتمين بالأسرة على حساب نفسك فهو يحاول أنه يهمش هذا التحدي يهمش دور المرأة داخل الأسرة ويصادر هذا الدور ويقول لها أنت تحرري من أي التزام أو حكم شرعي تحرري من حرية الدين التي من يعيشها صراحة فهو هنيئة له سأقول لك شيء مهم جدا فيما أضفته الآن هناك حملة كبيرة ومعروفة وناس تشتغل عليها في العالم الغربي بدايتها كانت بقصة قصة عصفور وحريق في غابة وكلهم هربوا وهذا العصفور يأخذ ماء ويسكبه على النار بمفرده فضحك عليه وقيل له ماذا تفعل أنت يعني تذهب تسكب هذا الماء لن تستطيع بمفردك فقال أنا على الأقل أقوم بما علي كم كنت سعيدة سبحان الله وأنا هذه الرسالة كنت دائما أتكلم بها لأنه ولو كل الناس تذهب في اتجاه والاتجاه الصحيح هو اتجاهك فابقى واصمد وقل دائما أقل شيء أنا أقوم بالذي علي ومن هنا موضوع الواجب والحق فكنت أتكلم مع أحد المشرفات هنا في العمل النسوي في العتبة العباسية وأسمعها وهي تتكلم تتكلم فذكرت لي نفس القصة ولكن باستنتاج جدا جميل من القرآن فاستمتعت برغم أنني أدرس القرآن أنا بشكل بذاتي لم أنتبه إلى هذا الموضوع أفيدين بهذا فقالت سبحان الله الهدهد وقصة الهدهد من القرآن الكريم نفس النموذج الذي في الغرب هم يعتبرونه قصة جاءت من قصص قديم عندهم وبنيت عليه مدارس تحفز على العمل الجماعي والمتحد وبنيت عليه أفكار وإيديولوجيا كاملة يعني لتقديم التعاون بيننا حتى لو كان الجميع لا يذهبون في نفس الاتجاه فالتركيز على بناء الإنسان فلما أخذتها من القرآن وفصلتها استمتعت حقيقة وهنا وهذا الذي علمتنا يا سيدة الزهراء أنه الواجب والحق متزنان لا الرجل يأكل حق المرأة ويؤدي واجباته ولا المرأة العكس بالعكس هنا يكون توازن الأسرة في هذا المهرجان ونحن في ختامه اقتربنا من النموذج الذي تريده السيدة الزهراء عليه السلام تفاصيل إن شاء الله نتركها للجزء الآخر من هذه الحلقة وهذا الحوار بإذن الله تعالى كل التقدير الحضرة تجهر الله يبارك بكم إلى هنا نأتي إلى ختام حوارنا في أمان الكريم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة